ثلاث استجوابات تأخذ حيز التشريع في جلسة الثلاثاء المقبل تناقش تتابعا كما هو متوقع وقد تمتد إلى فجر الأربعاء هذه الاستجوابات تضاف لخمس قدمها مجلس 2016 كان منها اثنين في دور الانعقاد الحالي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يقف لمواجهة ثاني استجواب يقدم له في هذا المجلس وكذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح أما وزير النفط بخيت الرشيدي فإنه يقف للمرة الأولى على منصة المسائلة النيابية كونه دخل التشكيل الحكومي الأخير استجوابات أثث بعد نشاط تشريعي كبير شاهدته الجلسات السابقة مرت من خلاله تعديلات ومقترحات بموافقة المجلس إلى بر التنفيذ الحكومي وينتظر غيرها عبر تقارير أعدتها اللجان البرلمانية قد تكون ضمن المنجز قبل نهاية دور الإنعقاد الحالي لتلفزيون المجلس أحمد الشمري